أصدر ديوان الملكي المغربي بياناً أعلن فيه عزم الملك محمد السادس تعيين شخصية أخرى لتشكيل حكومة جديدة بدلاً من عبدالإله بن كيران الذي كان قد كلفه بتشكيلها بعيد فوز حزبه حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الماضية وبرر ديوان هذا الإجراء بفشل محاولة بن كيران في تشكيل الحكومة كان على المغاربة والمهتمين بالشأن السياسي المغربي انتظار عودة العاهل المغربي من جولة طويلة قادته إلى عدة دول إفريقية ليصدر ديوانه بياناً يجيب على أسئلة التشكيل الحكومي المنتظر منذ خمسة أشهر بيان الديوان الملكي في المغرب أكد على تكليف شخصية جديدة من حزب العدالة والتنمية بتشكيل الحكومة بدلاً من عبدالإله بن كيران البيان برر هذا القرار بتجاوز ما أسماه عدم مؤشرات توحي بقرب تشكيل الحكومة والحرص على تجاوز وضعية الجمود التي طبعت المفاوضات بين الأحزاب السياسية فصول الولادة العسيرة للحكومة بدأت بعيد تكليف بن كيران بتشكيل حكومة جديدة ومباشرة التفاوض مع الأحزاب التي كان يعول عليها لتحقيق الأغلبية خاصة حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تحول زعيمه الجديد عزيز خنوش فجأة إلى متحدث باسم أحزاب الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية وهنا بدأت العراقيل بالظهور في سكة قطار الحكومة المطالب بسرعة أكبر ليصل إلى محطة التشكيل فيعتبر بن كيران دخول الاتحاد الاشتراكي للحكومة خطا أحمر بينما يصر أخنوش على دخول حلفائه معه إلى التحالف المنتظر في المقابل بقي حزب التقدم والاشتراكية وفيا للتحالف السابق في الوقت الذي أخرجت تصريحات لمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط بشأن موريتانيا حزبه من أجندة بن كيران التفاوضية خبراء ومتخصصون قالوا إن ما قام به الملك يتوافق مع الدستور الذي ينص على أن يكلف العاهل المغربي رئيسا للحكومة من الحزب الذي حصل على المرتبة الأولى في الانتخابات وهو ما يعني نظريا إبقاء الملك على رئاسة الحكومة بين يدي حزب العدلة والتنمية دون الكشف عن من هو المكلف الجديد وفي أول رد فعل له على قرار الملك وجه بن كيران أنصاره وقيادي حزبه بالتزام الصمت وعدم التعليق حتى يخرج الحزب بموقف موحد في اجتماع له اليوم الكرة في ملعب الحزب يقول مراقبون وهو الذي عبر عن استعداده للتضحية حتى برئاسة الحكومة لصالح الوطن واستمرار مؤسساته كان هذا خلال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب الشهر الماضي بيان الديوان الملكي أنهى مصار بن كيران كرئيس للحكومة لكنه فتح باب التكهنات بشأن الشخصية التي ستخلفه ومدى قدرتها على إنجاز ما أخفق فيه سلفها هذا السبب كان يسر على إشراك عزيز أخنوش لكنه في نفس الوقت كان يعرف بأنه لا يمكن أن يكرر نفس الأخطاء التي انتكبها في الولاية السابقة وكان يريد أن يوسع هامش دائرة قراره كرئيس حكومة ونوع من الاستقلالي إزاء المؤسسة الملكية وربما هذه الرغبة في توسيع هامش الاستقلالي إزاء المؤسسة الملكية يكون سببا غير مباشر في نهاية المطاف ما هو هامش الحركة المتاحة أمام قيادة حزب العدالة والتنمية طالما أنه أمام محاذير المواجهة مع القصر وفي ذات الوقت بين متطلبات إرضاء قواعده باحترام نتأجل انتخابات نعم أعتقد بأن قرار الملك في الواقع خلق نوع من الانقلاب في موازين القوى بين ابن كيران من جهة وبين خصومه في الوقت الذي كان ابن كيران يعتد بالشرعية الانتخابية ويطالب الطرف الآخر باحترام نتائج الانتخابات والسيادة الشعبية التي يعتقد بأنه يمثلها بالقرار الملك أبان عن احترام للدستور على الأقل من الناحية الشكلية وبالتالي فالقرى الآن في ملعب حزب العدالة والتنمية لأنه أمامه خيارين إما أن يقبل بتعيين شخص تاني من الحزب وإما أن يخرج إلى المعارضة وفي حالة ما إذا خرج إلى المعارضة سيقع في تناقض لأنه ستوجه له تهمة أنه لم يكن في مستوى دستور 2011 لأنه حصل على رتب الأولى في الانتخابات وبالتالي هو ملزم بمحاولة تشكيل الحكومة بناء على هذه النتائج وبالتالي أعتقد بأن ربما المخرج الوحيد لحزب العدالة والتنمية الآن هو القبول بشخصية تانية مادم أن الملك قد قام بشيء ولكن كما ذكرت أستاذ محمد وتجاوز الخيارات الأخرى نعم كما ذكرت الكرة في ملعب الحزب ولكن يظل بن كيران له نفوذ كبير داخل هذا الحزب حزب العدالة والتنمية وبالتالي ما الضمانات لا يتكرر مع الشخصية الجديدة نفس السيناريو الذي حدث مع بن كيران أكيد أن بن كيران هو لم ينتهي ربما انتهى كرئيس حكومة انتهى كرجل دولة ولكنه لم ينتهي بشكل نهائي فيما يتعلق بدوره في العدالة والتنمية هناك الآن من يتحدث عن نشوء ما يسمى بالبن كيرانية في الحزب العدالة والتنمية يعني أن لديه نفوذ ولديه قدرة على التأثير في صناعة القرار على مستوى هياك الحزب وتجل هذا بوضوح في الدعم المتواصل الذي تلقاه من طرف الأمانة العامة والتصريحات التي أدل بها بعد قيادة الحزب حينما تم الترويج لإمكانية الاستغناء عنه خاصة مصطفى الراميد الذي صرح بأنه لن يكون بن عرف العدالة والتنمية ولكن أعتقد بأنه العدالة والتنمية ليس أمامه من خيار آخر سوى القبول بهذا القرار الذي اتخذه الملك لأنه هو القرار في نهاية المطاف الذي ينسجم مع الدستور ويحفظ في نفس الوقت لحزب العدالة والتنمية يعني ما أوجهه وهذا يؤكد في نفس الوقت بأن ربما المشكلة أن نشهد تغييرا على مستوى نظرة الحزب وتحديدا ممثلا في بن كيران في التعامل مع الأحزاب الأخرى في التحالف الحكومي يعني كانت الإشكالية الكبرى هي في حزب الاتحاد الاشتراكي هل يمكن أن نشهد أي تغيير هنا لتسير عجلة تشكيل الحكومة أعتقد هذا هو التحدي الكبير الذي يواجه حزب العدالة والتنمية الآن بعد هذا القرار فهو إما أن يقبل بالشروط التي كان يتقدم بها عزيز أخنوش وهي قبول الاتحاد الاشتراكي ولكن هذا ربما سيؤدي إلى نوع من المس بمصداقية بن كيران الذي لا يزال على كل حال أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية وربما يمس حتى مصداقية القرارات التي اتخذها أجهزة الحزب خاصة الأمانة العامة التي كانت دائما تدعم بن كيران وتؤكد على رفضها إشراك حزب الاتحاد الاشتراكي ولكن الآن أعتقد بأن العدالة والتنمية حصر في الزاوية الضيقة وخيارات المتاحة أمامه هي خيارات معدودة جدا ولا يمكنه سوى أن يقبل بهذا الخيار ويمكنه أن يخرج إلى المعارضة لكن بعد أن يقبل بتعيين شخص آخر ويستمر على نفس الشروط وإدطر الملك في نهاية المطاف شكرا جزيلا لك أستاذ محمد الحاشمي نعم أستاذ العلوم السياسية بجامعة شعاب الدكالي بمدينة الجديدة غربية المغرب شكرا جزيلا لك مرحبا 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 في البيت الأبيض أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات مع الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي تناولت العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة اضطر البيت الأبيض إلى تعديل جدول الرئيس ترامب ليستضيف ولي ولي العهد محمد بن سلمان في المكتب البيضوي عوضا عن المستشارة الألمانية أنجلا ميركل والتي تأجلت زيارتها إلى الجمعة بسبب العصفة الثلجية وبهذا يكون الأمير أول مسؤول عربي ومسلم يلتق الرئيس في البيت الأبيض رحب الرئيس في ولي ولي العهد ووزير دفاع المملكة العربية السعودية على مأدبة الغداء ويحمل الأمير معه ملفات عدة يناقشها مع الرئيس ترامب على مأدبة الغداء ضمت أيضا وزير الخارجية عادل الجبير إلى جانب كبار مستشاري الرئيس ومنهم الجنرال ماكماستر وجاريد كوشنر وستيف بانن وناقش الجانبان التدخلات الإيرانية في المنطقة ومساعي إيجاد حل للأزمة السورية إضافة لجهود إعادة الشرعية في اليمن وسبل القضاء على تنظيم داعش إلى جانب بحث خطط الاستثمار ورؤية الأمير المعروفة بعشرين ثلاثين وعملية الإصلاح الاقتصادي في السعودية وجوانب كثيرة من العلاقات الثنائية التاريخية أحد قرارات الإدارة هو إعلام الكونغرس برغبتها بيع السعودية أسلحة مزودة بالليزر والتي منعتها إدارة الرئيس أوباما ومن المتوقع أيضا أن يلتق الأمير محمد بن سلمان بعدد من مسؤولي الإدارة الأمريكية ومن بينهم وزير الدفاع الجنرال جيمز ماتس وتطمح إدارة الرئيس ترامب إلى إعادة صياغة العلاقة مع دول الخليج وبالتحدث السعودية بناء على المصالح الاستراتيجية المشتركة وجهود مكافحة الإرهاب والتصدي للمشروع الإيراني في المنطقة ناديا البلبيسي العربية وعشنط أصدر ديوان الملكي المغربي بيانا أعلن فيه عزم الملك محمد السادس تعيين شخصية أخرى لتشكيل حكومة جديدة بدلا من عبدالإله بن كيران الذي كان قد كلفه بتشكيلها بعيد فوز حزبه حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الماضية وبرر ديوان هذا الإجراء بفشل محاولة بن كيران في تشكيل الحكومة كان على المغاربة والمهتمين بالشأن السياسي المغربي انتظار عودة العاهل المغربي من جولة طويلة قادته إلى عدة دول إفريقية ليصدر ديوانه بيانا يجيب على أسئلة التشكيل الحكومي المنتظر منذ خمسة أشهر بيان ديوان الملكي في المغربي